شكرا للمهندسة علي الشامي على هذه الأشياء الجميلة التي قدمتنا حول نباتات الزينة وصلنا إلى فقرة أهم ما تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتأكيد خبر اغتيال شيرين أبو عاقلة والترنت كان وهاشتاج شيرين أبو عاقلة بالعربي وبالإنكليزي على تويتر وعلى الفيسبوك كان هو الأكثر انتشارا ورواجا حقيقة نعي الصحفي تامر المسحال من المسافة صفر يبكي عندما نعى شيرين أبو عاقلة تابع عسوه صعب حقيقة أن ننعى الزميلة العزيزة شيرين أبو عاقلة شيرين لكل صحفي فلسطيني ولكل صحفي عربي هي نموذج فقدنا هذا اليوم نحن العزاء لعائلتها لهذه العائلة الصابرة والمفجوعة بوفاة واستشهاد الإبنة العزيزة العزاء لجميع أسرة قناة الجزيرة لزملاء شيرين أبو عاقلة في مكتب فلسطين في القدس في غزة في رمالة في كل مكان تواجدت فيه شيرين أبو عاقلة العزاء للأسرة الكبيرة من الصحفين الزملاء على امتداد العالم العربي وكل المناطق التي ذهبت إليها شيرين أبو عاقلة فقدان حقيقة شيرين أبو عاقلة ليس فقدان لصحفية عادية هو فقدان لإنسانة لإنسانة رائعة نحن عرفناها عن قرب وكان لي الشرف ولكثير من الزملاء أن التقينا بها هنا في مركز قناة الجزيرة هنا في الدوحة قبل أشهر قليل عندما جاءت زائرة إلينا بعد التغطية لمكتب فلسطين هذه التغطية المهنية الرائعة خلال أحداث ما جرى في القدس والحرب على غزة شيرين أبو عاقلة اليوم مضت شهيدة وهي في آخر لحظاتها مهنية مواضبة على عملها آخر رسالة أرسلتها شيرين أبو عاقلة إلى الجزيرة كانت عبر إيميل الساعة السادسة و13 دقيقة كتبت فيها عنوان الرسالة قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلا في حي الجبريات في الطريق إلى هناك أوفيكم بخبر فورة ضاح الصورة لم نكن نعلم ولم يكن نعلم المشاهد أن هذا الخبر الذي كتبته شيرين سوف يكون خبر استشهادها مضت شيرين والصور المفجعة التي شاهدناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إصابة في الرأس وعبد السلام إصابة في الرأس هي عبارة عن قناص إسرائيلي أطلق الرصاصة بشكل مباشر تجاه شيرين أبو عاقلة هكذا تتوفر التفاصيل حتى اللحظة من الزملاء في الميدان إذن بدموع العين نعى تامر المسحال كما كل زملاء شيرين وكما كل محبي شيرين أبو عاقلة ومتابعينها ومن يبحثون عن الحقيقة ومن يناصرون القضايا العادلة الكل نعى شيرين بدموع العين إذن مشاهدين المرابطين في القدس والذين كانوا دائما يشاهدون شيرين بينهم تغطي الحدث في القدس أيضا نعوا شيرين أبو عاقلة يعني خديجة خويس كان لها تغريدة على تويتر ونعي خاص لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إذن تقول خديجة تنقل صوتنا وتشتهد في فضح العدو لقد كنت شاهدة يوم أن حصرنا في مصعد ضيق لأن شيرين وزميلها كانا يعداني تقريرا حول مقداد القواسم في يوم خطفه من المستشفى في فترة إضرابه وذلك حتى لا يخرج صوتها من بين شباص في القسم يدعي أنه طاقم تمريض لأن صوتها قوي وخبرها له حجم أصر الاحتلال على كتم الحقيقة وها هو يعاود يا خديجة محاولته في كتم الحقيقة لكن الحقيقة لن تكتم بوفاة شيرين لأن الحقيقة إن شاء الله سينقلها كثر إذن مشاهدين أيضا ضمن المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي تصريح لخديجة بن قنة وهي أيضا المقدمة في قناة الجزيرة ويعني هي كانت في تغريدتها ترفض استضافة الإسرائيليين حيث تقول مقاطعة الضيوف الإسرائيليين على الشاشة ومحاكمة المجرمين مطلب أساسي لا لاستضافة الإسرائيليين على شاشة قناة الجزيرة وختمت طبعا تغريدتها بهاشتاك شيرين أبو عاقل هذا هو الرد صراحة على جريمة المحتل بأن لا يتم استضافة أحد من هذا الكيان المجرم ليبرر الجريمة أو ليبرر كل جرائمه ولا على أي شاشة عربية إذن مشاهدين أيضا كان هناك انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي لصورة تقارن بين استشهاد محمد الدرة ومحاولة والده حمايته في هذه الصورة وأيضا استشهاد ووفاة شيرين أبو عاقل ومحاولة زميلتها وهي بجانبها لتحميها وتحمي نفسها إذن مشاهدين مشاهد مؤثرة كانت ومقارنة صراحة التاريخ يعيد نفسه قبل 22 عام كان استشهاد محمد الدرة وهو خلف والده وأيضا اليوم استشهاد شيرين أبو عاقل برصاص العدو المحتل الغاصب المجرم وهي أيضا كانت خلف زميلتها واليوم يشبه الأمس وستستمر جرائم هذا المحتل طالما أن العالم يغض الطرف عن هذه الجرائم إذن مشاهدين بهذه الصور والكثير الكثير من التعليقات حول استشهاد ووفاة شيرين أبو عاقل إذن مشاهدين نحن على صفحتنا بدورنا يعني طلبنا من متابعينا أن يصفوا لنا مشاعرهم بعد سماع خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقل كوثر حسن تقول صوت الحقيقة في قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقل خبر حزين ومفجع نعم تماما هاني المصري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فداء أبو ريحان رحمها الله صدمة كبيرة فعلا أصبحت هي الخبر يعني هي كانت تنقل الخبر وأصبحت هي الخبر أم عبد الرحمن جبر تقول خبر صادم محزن أنا حزنت عليها كثيرا إنسانة محترمة نشيطة قدمت للقضية ولشعبها الكثير اللهم ارحمها واغفر لها وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني نضم صوتنا إلى صوتك أختنا أم عبد الرحمن سعاد إبراهيم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العدو الإسرائيلي اغتالها وبدو يغطي على جرائمه في جنين فلسطين العربية لأنها صوت الحق الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها في رياض الجنة مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقة لينا محمد المصري سيبقى صوت الحقيقة مهما حاولوا إسكاته دعاء السعيدة تقول صراحة صدمة ما بعدها صدمة وحزن وألم لكن لا شيء غريب على الاحتلال القذر الجبان زلزل الله كيانه ودمر أركانه اللهم آمين طيب إذن مشاهدينا بتعليق دعاء بنختم تعليقاتنا طبعا العديد من الرسائل والتعليقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبير جدا الكل حاول يعبر عن مشاعره مشاعر الصدمة والحزن مشاعر الفخر بهذه المراسلة الصحفية التي ختمت كما قلنا مشوارها المشرف بشهادة نالتها على أرض فلسطين وعلى تراب فلسطين الحبيبة وتحت أشجار فلسطين الكل يتمنى مثل هذه النهاية كتب الله لنا ولكم شهادة على أعتاب القدس وعلى أسوار القدس وفي فلسطين ورحم الله شهداءنا وشافة جرحانا مشاهدين هنا نكون وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم برنامج بيتكم عامر نتمنى تكون فقراتنا اليوم نالت إعجابكم أوصلت إليكم الحقيقة أوصلت إليكم الصورة التي اليوم كانت سائدة في كل وسائل الإعلام وعلى كل وسائل التواصل وفي بيوتنا ننقل لكم مشاعر الحزن والأسى من البيوت الأردنية وننقل تعازينا لقناة الجزيرة ولزملائها ننقل تعازينا من هنا من قناة اليارموك من الأردن من بيوتنا الأردنية لأهلنا في فلسطين بفقدهم لهذه الإنسانة التي ضحت من أجل نقل الحقيقة بروحها إذن مشاهدين إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج بيتكم عامر دامت بيوتكم عامرة وأصعد الله أوقاتكم بكل الخير ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة